السلام عليكم اصدقائي واهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع الثاني لهذا اليوم. بسيما نسكنوا بخير سعادة وان شاء الله في افضل احوال. المهم هذا المقطع عندنا مشاكل وعندنا رسائل. سنقوم بتوضيع وشرفها لانه هونالك مشكلة يجب عليكم تفاديها حالا لفئة معينة من المستخدمين. سنقوم بالاطلاع عليها. سواء صباح وليف تبصدر لايك واشتراك في القناة اذا كنت سواء مشتركين. بداية بالرسالة الاولى عن المشكلة الاولى التي يجب عليك تفاديها طبعا سنتجي ان شاء الله الخيار الرسائل خانة بعد الشكل في عدل الخيار الاول موجود في اعلى الشاشة اليمين. اذا لاحظتم رسالة جديدة خاصة بمشكلة تم الكشف عنها لنظام الاوي الستاشة طبعا هو اخر تحديث واخر نسخة نزلت من النظام وكذلك نظام الايباد الستاشة. كان نزلت تعديث مؤخرا بدوري انا شخصيا قمت بعمل التحديث وهذا هو اكبر خطأ ممكن تقاع فيه الظرف حالي اذا كنت لاعب ليفوسبول الفين ستسا واشرون موبايل. هنا فريق تطوير قام باكتشاف مشكلة في هذا النظام الاخير خاص بالايفون حيث قد يتعطل التطبيق بعد نهاية المباراة. عن اللعبة قد يحدث بها تشنج بعد نهاية المباراة مباشرة. قد تخرج من الجهاز. يمكننا ان نؤكد ان المستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة سيظلون يسجلون نتائج مبارايتهم بشكل صعيح. ولم يتم اعتبار اي مطابقات لاغية. حتى واذا خرجت المقابلة بسبب هذا التحديث سيتم احتساب نتيجة المباراة. او كذا الشي ايجاب. هذه المسألة قيدة تحقيق حاليا. سنقدم المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. لا يزالوا يبحثون في ما خص هذه المشكلة. في غضون ذلك يرجى الامتناع عن تطبيق تحديث ايو ستاش وكذلك ايباد او ستاش. يعني تفادى عمل التحديث اذا كنت مستخدم الايفون او الايباد صديق المتابع. كي يتفادى من هذه التشنجات التي تحدث في اللعبة. نحن هنا اعتدنا ان اي ازاج قد يسببوا هذا. سنمر للرسالة الثانية ان شاء الله. اه طبعا يا خاصة بالكوينز. وهذه اذا لاحظتم رسالة غريبة من لون الاحمر كتحذير او ما شابه. سنقوم بتوضيها ايضا في جاءة كلاتي مشكلة متعلقة بشحن عملة الكوينز. تمنشر رسالة في اليوم الثلاثة مش هاتسة. يعني هذا اليوم توصلنا بها. كرسالة تم تحديثها ابداية ان هذه الرسالة كنت توصلنا بها يوم امس. وهذا اليوم كان هناك رد سريع من قبل قنامي فيما خص هذه المشكلة. يمكننا ان نؤكد ان هذه المشكلة قد تم حلها. مرة اخرى نعتدر بصدق ان اي ازاج قد تسببنا. هذا يعني تم حل هذه المشكلة. ولكن هي عبارة عن ماذا? انا في شراء عملات اي فوتبول. سننشر تحديثا بخصوص هذه المشكلة بمجرد حصولنا على المزيد من المعلومات. نطالب من المستخدمين الذين نواجهون هذه المشكلة تجنب محاولة شراء عملات اي فوتبول عدة مرات. ملتيبل تايم. يعني تشحن المرة الاولى ومرة الثانية ومرة الثالثة. قد ينعكس بشكل سلبي عدم حصولك على مقابل المال الذي دفعته او العرض الذي قمت باختيار. في حد اجراء عدة محاولة شراء. فهناك احتمال ان تتم معالج جميعا بمجرد حل المشكلة. نعتدر ان اي مضايقة. تم واحد. اذا كنت اخي الغالي ان شحنت الكوينز يوم امس. مرارا وتكرارا لم تحصل الكوينز وحدثت مشكلة ما. فالمفروض ان هذا اليوم بعدما تم حل المشكلة رسميا وفق الرسالة انه حصلت على ذلك الكوينز الذي لم تحصل عليه خلال المشكلة. اتس اوكي. وضحنا لكم كذلك هذه الرسالة التي بعدها. نمر ان شاء الله اللي بعده. فيما خص التحديث المباشر. خاصة بالضغط يعني بيانات اللاعبين الذي نتوصل به كل يوم خميس والذي يكون حجمه ستة ميجا خمسة ميجا ممكن يصل حتى اتناشر ميجا وفق تفاصيل اللعبة. مثل ان دي كانت قلنا الكاباكيجاز كثيرة سيكون تحديث المباشر بحجم اكبر نوعا ما من ذي. لقد اكتشفت كونامي بعض المعلومات الخاطئة المتعلقة ببيانات اللعب كالطول والعمر لبعض لاعبي الدوري تايلاندين. يوم امس الخميس تم معالجة هذه المشكلة ايضا. رغم انه الصراحة هذه الرسالة اراها من وجهة نظرية تخص لعب تايلاندين من الدرجة الاولى لانه القليل من الذي يعتمد على لاعبين من هذا الدوري. بالنسبة للمستخدمين الذين وقعوا على اللاعبين المتأثرين مثلا يعني انت تعاقدت مع اللعب الذي عمره وطوله يظهر بشكل خاطئ يعني مثلا لعب طوله متر وتسانون في الحقيقة وجدته في اللعبة متر وتمانون فسيتم ارسال تعويض ان شاء الله كاملا لمبلغ الجي بي المستخدم للتوقيع اثناء صيانة الخميس المقبل. للعلب ان اليوم السادس من شهر عشرة ان شاء الله سيكون للك تحديث لحل مجموع من مشكل. النسبة للمستخدمين الذين اطوروا هؤلاء اللاعبين سنرسل لهم ايضا عددا مطابقا من برامج التدريب على المستوى بناء على تقدم تطور اللاعبين انتبارا اليوم التاس والعشرون من شهر ايضا تستفيد متعويض ان شاء الله على هذه البطاقات. يرجى ملاحظات انه تم تعيج مع بيانات اللعب وفي قلع افحاثنا الخاصة في مستقبل قد نراجع بيانات اللعب ونجري تغييرات عليها دون اشعار مصبع. لذلك يرجى التأكل من مراجعة بيانات اللعب قبل التوقيع على اللعبين. سؤادة من جهة هذه الرسالة الخاصة بتحديثنا مباشر. هناك رسالة صارة نارية ومفوشارية ولكن ليست الموبايل بل لاصحاب والبي سي. لماذا ليست الموبايل? لأننا نحن كلاعبين موبايل اندرويد سابقا استفدنا بهذه الميزة وبهذه الاضافة الخاصة بالاصدقاء. كيف ذلك? تم ارسل رسالات اصحاب البي سي. المهمة بلاستشين فاي بلاستشين فور او كذلك الستيم او الاكس بوكس. متى ذلك في اليوم الساعة والعشر مش هاتي سعني يوم امس. على ان ميزة اللعب للاصدقاء ان شاء الله سيتم اضافة وهي في التحديث الخاص بإصدار اثنين النقطة واحد والذي سيتم اجراؤه في اوائل اكتوبر يعني في الخميس المقبل ان شاء الله. ستتمكن من لعب المباراة عبر الانترنت مع الاصدقاء. ما عليك سوى انشاء غرفة المباراة ثم اخبار صديقك. الوضع مرة رئيسي طبعا موجودة في الموبايل. بالنسبة للعب الكونسول بي سي الذين لا يعرفون ما كيفية لعدد الاصدقاء نسألكم اياه الان ان شاء الله. ما عليك فقط في الخميس المقبل الدخول لدريم تيم تور فريق الاحلام بهذا الشكل هذا الخيار الذي تلعب بالحساب الرئيس الخاص بك ولعبينك اللي جندرية ولعبين عاديين او كيف مكان نوعهم. بعده ستتجل فرند ماتش ويرجح ان تكون بنفس الصورة الا واذا غيروها. في كل اي تذا لاحظتم صورة لعبين مانشتر ونعي تدفيه بهذا الشكل بوكشو ليندلو. قم بالضخط الى هذا الخيار لعبات الاصدقاء. سأريكم كيفية انشاء الغرفة. وحينها سترسل رقم الغرفة لصديقك ويجب عليه البحث عن ذلك الرقم ولكي ينضم الى الغرفة الخاصة بك وتلعبه ان شاء الله. في هذا الشكل بامكاننا انشاء الغرفة كمثلا نظهر هنا الرقم الخاص بالغرفة الخاص بي سفر واحد ستة وعشرون تلتة واربعون تلاتون. هذا الرقم ستقوم بنسخه بهذا الشكل ان شاء الله يوم الخميس المقبل من ستقوم بارساله لصديقك سواء عبر مواقع التواصل الشمائية وما شاوة سكرينشوت. هو سيقوم بالضغط بهذا الشكل على هذا الخيار الخاص بالبحث على رقم الغرفة وساقوم بكتابته بهذا الشكل تعمل بس ويضغط سيرت وستظهر الروم الخاص بك وبإمكانه الانضمام وحينها ستلعب المباراة ويمكنك تعدل حتى على دقائق المباراة وتعدل على الاصابات ها تريد ان تحتسب ان تكون للك الاصابات في المباراة التبديلات عدد التبديلات ومشموع من الاعدادات المتقدمة الخاصة بالمباراة. فهذا كل ما في العمره اساطيره تتمنى ان شاء الله يكون نشوفكم هذا المقطع وتكون وصل لكم الفكرة والرسالة تحيت لكم جميعا وان شاء الله نلتقي في مقطع مقبل.